وحت السلام عليكم غبرت عليكم تحشوني أنا كنت فقط غير مسافرة وعرجت من السفر المهم قبل ما تشوفوا الفيديو ديروا متابعة وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد خطوبة إيمان بطماء تمت الخطوبة دي إيمان بطماء إيمان بطماء أول تعليق لها من بعد الخطوبة ديالها كانت خايفة بزف ومخلوعة الدرجة أنها نزلت وحت ستوري وقالت فيه اللهم كفيني شر الحسد والحاسدين والحاقدة والخبيث ومن أراد بي وبأهل سوء ورد تدبيره في تدميره يا الله هذا كيدل على أنها خايفة بالساف من العين ومن الحسد ديال الناس اللي شفوها بكثرت ما شفت وقالت تعليقات اللي في الفيسبوك وفي الانستغرام وكيفاش هدروا عليها وكيفاش إنها هاي الددزين هاي عائلة مهم هذاكشي كامل اللي تقال أثر عليها لدرجة أنها نزلت بهذا الستوري هذا وخرجت بي المنبط ما زمت الخطوبة ديالا بوحد البساطة ووحد الجمال ما شاء الله كيفما شفنا أنها ما لبساتش اللون الأسود اللي كان كل شي متوقع أنها غادي تمنعديش تقدر تفارق معها ولكن لبسات قفتها زوون أنا قراقي جداً وخطوبة كانت بسيطة جداً وما فيهاش بكشي اللي لزمع هذا مهم في الصور شفنا إيمان شفنا إيمان متبتة وطلعت بيونا ما شاء الله الأختي الخطي بإيمان حتى هي ما شاء الله أي من الجمال والحماد ديالا اللي يفتد الانتباع اللي يحتاجي واحد ما قدر يسقط وما قدر اللي إزجالات الشي يعني راكم باقي ما شاء الله اللي بس هلو حتش موضوع وشيء اللي بين أهم خلوعان لتصوح تسطوري كي ما كتشوف ما شو مقالسي أنا الوالدة ديالا اللي سيكون في فنة ما شاء الله الكوبل زوون أنا عن نفسك يعجبوني ما شاء الله اليوم يعني ما فيهومش ما فيهومش داك البسالة وما كي ننزروش في فيديوهات اللي بانتلين لا يكونوا خفافين ذراعا كيف ماشتو هادي الصورة كاملة من الخطوبة ديالإيمان بطماء آآ جازف فينا ما شاء الله عليها وكذلك الحمد ديالا كلمة قتلكم راح لفتاة الانتباه والأنظار ديال الناس كمشي كي يهذر عليها هذا مكان الشي الكاين آآ الحاجة اللي علقوا عليها الناس فينا هو ترك هو ليك ما حاضرش في الخطوبة ترك ما حاضرش في الخطوبة ما عرفنش علاش ويقدر يكون حاضر وما بانش مهم ما حاضرش في التصور آآ نظر الخلاف اللي هو مع دنيا وطلب منها الاعتذار في الأخير آآ ما عرفنش شن واقع بنا تؤمن مهم الله يصلح الأحوال وخدوا بمبروقة والله يكمل عليها بالخير وهذا مكان نتلاقعوا فيديو قادم إن شاء الله ما تنسوش تعملوا هذا متابعوا وسبسكرايب القناة بشي وصلكم الجديد